السلام عليكم ورحمة الله يستمر الحديث عن Liquid Extraction ونتكلم مواصلة لما سبق حول الفاكترس العوامل التي لابد أن تأخذ في الاعتبار لعند اختيار مذيب معين ذكرنا Boiling Point تكلمنا عن Density Interfacial Tension هي خاصية هامة جدا وهي خاصية التوتر السطحي ما بين Solvent وال Feed ف If these are the two liquids عندما تحدث عملية الميكسين نتحصل على هذا الشكل هذا هو Solvent داخل Feed Interfacial Tension هي عبارة عن القوة في السطح الخارجي لهذه القطرات التي تمنع زوبان هذه القطرات في الفيد كلما كان Interfacial Tension عالي كلما احتجنا إلى Higher Mixing وبالتالي وبالتالي This is Extra Cost لكن الجانب الإيجابي في المقابل بأنه نستطيع بعدما انتهت عملية الماس ترانسفير وتوقفت عملية الفصل مباشرة نتحصل على Two Layers فالقوة هذه القوة تؤدي إلى فصل هذه القطرات من الفيد بسرعة كبيرة جدا وبالتالي تسهل عملية Extract Raffinate Separation Interfacial Tension من الProperties التي لا بد من مراقبتها عند عملية اختيار الصولفان أيضا الViscusity كلما كانت الViscusity للصولفان منخفضة كلما ضمن سهولة فصل وسهولة التعامل حقيقة مع الاكستراكت والصولفان لا ينبغي أن يكون للصولفان أي corrosiveness properties الحقيقة يمكن ببساطة أن تكون مثلا لدينا الصدأ الصدأ هو عبارة عن Fe2O3 أكاسيد الحديد هو عبارة عن تفاعل ما بين الحديد والأكسجين في وجود الماء فيؤدي إلى تغيير في خصائص هذا المعدن and it becomes brittle فالصولفان لا ينبغي أن يكون corrosive لا ينبغي أن يؤثر سلبا على الأجهزة المستخدمة وإلا هذا يسبب تكلفة اقتصادية إضافية أيضا الفليمابيليتي قدرة السائل على الاحتراق قد نحتاج إلى عملية لفصل تركيز 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 السومية لا نستطيع أننا نستخدم سولفانت له نسبة أو أي قدر من السومية خصوصا إذا كنا نتعامل مع مركبات في الصناعات الدوائية والغزائية لأنه بهذه الحالة قد يبقى ولو تريسيس تراكيز منخفضة للغاية في السومية مع البرودكت وبالتالي this can cause a hazard and it might affect the quality of our final product The solvent should be stable لا ينبغي أن يتأثر بعمليات التشغيل المختلفة فلا يتكسر ولا يشكل مركبات ولا يتفاعل مع أي من مكونات الفيد حتى إننا لا نفقد السولفانت وندخل في تعقيدات نحن في غنى عنها السولفانت ينبغي أن يكون available ينبغي أن يكون cheap حتى إننا مع استمرار الاستخدام قد نفقد جزء من هذا السولفانت لا بد أن يكون لدينا القدرة to top it up نعوضه نعوض ما فقد منه وبالتالي it has to be available and it has to be cheap so that it reduces the quality and it reduces the expenses of the operating procedure and conditions of the process that can